طمر صحي تحول إلى محرقة غير نظامية للنفايات في ناحية النيلة بمحافظة بابلة مسببة أضرار صحية لحقت بالعشرات من سكان هذه الناحية الذين تظهروا للمطالبة بإغلاق هذا الموقع وتخليص الأهالي من آثاره الكارثية على حد وصفهم بخصوص الطمر اللاصحي لما يسببه من أمراض ولما يسببه من كوارث بخصوص أهالي ناحية النيل بالنسبة من الناحية القانونية القرار أخذ نجرة وأخذ قانون برفع الأنقاض من مكان الطمر الصحي لكن المشكلة من المحافظة محافظة بابلة ما جاء الصادق على القرار شكلتنا طمر الصحي اللي هذا ما صار لأي حل من 2003 لحد الآن بالله الكريم يعني لو تجي ناحية النيل يعني بالليل أو بالنهار الحرائق البيئة والغازات المنبعثة البيئة يعني حتى ما شكله كان ما صالح للعيش نهائيا ما صالح للعيش والأمراض السرطانية دائرة البيئة في محافظة بابلة أكدت إن الموقع غير صحية ومخالف للشروط البيئية بعد تحويله من قبل البلدية إلى محرقة نتج عنها وفايات وحالات اغتناق بسبب الغازات المنبعثة من إحراق النفايات هناك مخالفة صريحة من قبل المحافظة والبلديات وبلدية الحلة بخصوص عدم التعامل بمهنية بهذا الموضوع هذا المكان مخصص 27 دونم فقط البلدية كطمر كان المفروض وليست محرقة وهذه 27 دونم الآن هناك تجاوز من قبل البلدية على 200 دونم من ملأة جميع هذه الأماكن بالنفايات وبارتفاع حوالي 6 متر في هذه المناطق وهذه قامت الآن نتيجة انبعاث الغازات لانتعامل مولاتها غير صحيح احتراق يصير بها وتنبع الغازات باتجاه المناطق السكنية القريبة واصبحت هناك إضرار وكذلك وفيات وإصابة بأمراض جهاز التنفسي وهذا بإثباتات ووثاق لدى الجهة الصحية اضافة إذا كلفنا فريق من البيئة خرج الفريق البيئة كجهة مهنية درست الموضوع والمكان أثبتت بعملية المخالفة لجميع الضوابط المسموح بها وفق المعايير البيئية وكذلك أمرت بعملية الغلق وإيجاد بديل وكذلك هنا غرامة باتجاه المحافظة والبلدية لعدم الاتزامها بشروط البيئية ويرى مراقبون إن الحكومات المحلية لم تكتفي بالتقسير في مستوى تقديم الخدمات فقررت المضية بإضافة أضرار أخرى يصل بعض منها حد الموت كما هو الحال في هذه الناحية من محافظة باب المعتز العبودي زاكروس تيوي موسيقى 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 موسيقى